لم تغفي بعض العوائل الكردية التي تسكن بغداد مخاوفها من تأثير وضعها بالتصعيد الحاصل بين حكومتين المركز والإقليم حيث أشار ناشطون أكراد إلى أن بعض التصريحات تثير قلقهم خصوصا تلك التي تصدر من الحكومة المركزية أو بعض الأشخاص المقربين لها من قبيل أنهم ضيوف في بغداد مضيفين أن الحكومة المركزية تقوم بافتعال أزمات مع الكرد وربما لم يكن آخرها تشكل قيادة عمليات دجلة التصريحات التي تتوجه من أشخاص معينين سواء كان على مستوى الحكومة أو على مستوى العضاء في البرلمان التصريحات ليس من صالح الأكراد الموجودين الذي ذكر رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ذكر أن الأكراد في فترة قبل أكثر من 6 أو 8 أشهر ذكر أن الأكراد يوفي بغداد فيما أشار القسم الأكبر من العوائل الكردية إلى أن جل الخلافات بين الإقليم والمركز هي خلافات سياسية وليس لهم علاقة بها مؤكدين أنهم سعداء في العيش ببغداد وأنهم يلاقون معاملة أفضل من السابق بصفتهم مواطنين ما يأثر علينا أحنا اللي عايشين ببغداد ولا عايشين بغير محافظات وهذا ما كل شيء بسيط يعني أزمة تعدي ما قالوا وين ترهموا يتجوا يعني كل يحترمونا وكلها أحنا محترمين نفسه يحترمونا أحنا رجي بس حمد الله شكرا بلدنا سيزين سيزين سيأمان هذا كل شيء مريد ما يعثر لنا شيء والوضع أحسن من قبل نحنا بالأكراد اللينا بغداد لو بالنسبة لنا الحكومة وعلى شيء اعتهادي بينناهم يتصبع إن شاء الله أمر سيء أحسن إن شاء الله ويسير أحسن من قبل 100 مرات إن شاء الله بعض المتابعين لم يستبعد حصول هجرة للعوائل الكردية في حال تفاقم الوضع بين المركز والإقليم ووصل إلى حد النزاع المسلح مشرين إلى إمكانية استخدام هذه العوائل كورقة ضغط سياسية للحصول على بعض التنازلات من جانب الإقليم موفق مجيد الحرة بغداد